شهدت الأمم المتحدة في نيويورك انطلاق أعمال دورة الخامسة وستين للجنة وضعية المرأة والتي بدأت في الخامس عشر من مارس الجاري وتستمر على مدار أسبوعين بمشاركة مصرية وأوضح السفير محمد إدريس المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن لجنة وضعية المرأة تعد أهم محفل وتجمع دولي لمناقشة قضايا تمكين المرأة وأكد حرص مصر على المشاركة بفعالية كل عام في جميع فعاليات اللجنة مضيفا أن أعمال اللجنة خلال هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى كونها أول دورة تعقد عقب مرور 25 عاما على اعتماد إعلان ومنهج عمل بكين الخاص بالنهوض بالمرأة وأشار السفير إدريس إلى أن الإنجازات المصرية على صعيد تمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والمجتمعية تمثل قصة نجاح وطنية ترجمة نانسي قنقر